ذكرت وزارة الخارجية أن الصين علقت خدمات قطارات الشاحن العابرة للحدود مع كوريا الشمالية بعد مشاورات في أعقاب ظهور سلسلة من الإصابات بمرض كوفيد-19 في مدينة دان دونغ الصينية الحدودية وجاء تعليق الخدمات بعد أقل من أربعة أشهر على تخفيف كوريا الشمالية إغلاقها للحدود المستمر منذ أكثر من عامين وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد-19 ترك العالم في حالة عما حيال استمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة